سيدنا السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان العراقي وهذه آراء كثيرة يعني تقول أنه سواء تم الاتفاق على منصب أو مرشح رئيس برلمان من داخل المكون السني أم لم يتم الاتفاق على ذلك الموضوع هو موضوع يعني شبه الطبيعي هي عملية محاصصاتية وعملية شراكة والنواب أدوات لزعماء كتل وأحزاب وتيارات سياسية ما هو تعقبك على ذلك؟ يعني عيد هذا الكلام موجود لكنه حقيقة الأمر أنه اليوم أكدواها بالقلبة على الكتل السياسية مثل منه؟ يعني بدولة القانون بالفتع أكدواها بالسنة اليوم المكون السني تشضى على عدة كتل سياسية اليوم أبصالح من تشضى المكون السني؟ يعني هذا طبعا مبصالح الإطار؟ طبعا أخي بالسياسة ماكو عدو ماكو صديق يوم عدو اليوم صديق الغد طيب والسياسة رمال متحركة وثابت بالسياسة متغير هذا يعني واقع سياسي مفروض على الكل طيب وماكو هذا اليوم هذا أخوي وصديقي حتى لو أخوه كان في حزب ثاني وهو يستطيع أن يدوس على هاي الأفكار أو هاي السياسات لهذا الحزب ويصعد عليها يصعد وشفنا احنا في كل تعاقب الحكومات الماضية والحكومة الحالية أنه يجي هو من كتلة لكن يخرج يذهب بكتلة ثانية وكتلة جديدة هي تابعة لرئيس الوزراء لرئيس البرلمان ما عدا رئيس الجمهورية يعني ما كان أكل أكتلة اليوم احنا عقب على موضوع الكهرباء لنطرح الأستاذ الدكتور تفضل موضوع الكهرباء موضوع تدخل بأجندات سياسية وأجندات دولية وأقليمية وإلى ما آخر يمارد طب بذندي لا سيدنا هاي نقطة مهمة أرجوك الأجندات السياسية والدولية والإقليمية المشاهد يريد يعرفها يريد يشوف شنو هاي الأجندات المانعة حكومة الخدمة والحكومات اللي سفقتها من توفير الخدمات والكهرباء ضمنها مصالح اقتصادية ومصالح أن هذا البلد يبقى ما مستقر حتى المنطقة هاي تبقى تستفاد من هذا البلد البلد بيه خيرات كثيرة بيه فلوس بيه نفط بيه أموال بيه موارد طبيعية كثيرة شون يستفادون منها إذا استقر هذا البلد في حالة استقرار أو تم الاستقرار راح يكون هذا الموضوع يعني يأثر على دول إقليمية وعالمية وشوفوا إحنا اليوم حسنا تحضرتها اطرقت الموضوع الجسور والموضوع يمكن هي إنجاز للحكومة هذه ماذا يقدر نقول مو إنجاز المواطن اليوم يشعر أنه يكون شيء قدامه دي يشوفه باع العلم أنه هي بذيش الإنجازات لكنه خلال هاي السنوات الماضية ما تحققت هاي الإنجازات سيدنا بس خلنا كمل لا بخدمتك الوقت كله إليك بس هذا يعتبر إنجاز لو واجب لا لا واجب واجب بس من نسبة المواطن دا وقل لك ينظل إنجاز لأنه ما تحققت هاي الواجبات في زمن الحكومات السابقة احنا قاطعنا دكتور حامس بس خلنا كمل الفكرة على موضوع الكهرباء موضوع الكهرباء الكهرباء بها مشاكل داخلية أكثر ما هي خارجية وإقليمية ننظفها دائما مشكلة دولية إقليمية الولايات المتحدة دول الجوار إيران ما تخلي الكهرباء تصير على مو تستفاد من الغاز لا يا أخي إيران عندها غاز تصدره وتبيعه أكثر ما هي تبيعه على العراق لكن المشكلة إنه إحنا أكو عندنا محطات استثمارية في زمن الحكومات السابقة تسووها أشخاص تجار شغلتهم امتصاص الدم العراقي أو امتصاص خيرات العراق هاي المحطة اشتغلت أو ما اشتغلت يأخذ فلوس عليها ومنابع الغاز قريبة عليها شمسكت رئيس الحكومة عنهم يجوز ما عنده علم بهذا الموضوع سأنا من خلال برنامجه يقدر طيب معلومة يجوز ما يعرف بها زي يعني تعرف أن الكهرباء موضوع أكو مشاريع تجارية عمارات مطاعهم محلات مشاريع دور سكنية عمارات سكنية تاخذ من الدولة موافقات خاصة الكهرباء ما تنقطع عندها وتبيعها للمواطن أو تبيعها للمواطن بسعر تجاري وتأخذها من الدولة بسعر رسمي هاي تنقطع المنطقة هاي اليوم ملاطق هاي عندي بالمنصور ساكن منطقتها تنقطع على الكهرباء ومشاريع استثمارية ما تنقطع به الكهرباء يعني تتفاوت أصلا مشاريع ما عندها مولدات طاقة ما عندها مولدات طاقة تعتمد على الكهرباء الوطنية والكهرباء ما تنقطع عندها والمواطن الفقير والبسيط اللي قاعد بالعشوائيات يجون يهدمون البيت على رأسه ويطلعون من البيت ويفرشون البيت على رأسه هو أصلا لا كهرباء لا ماء لا خدمات لا أصحاب أزبعين خلنا نشوف دكتور شي سوى المواطن يعني هاي رسالة الرئيس الوزراء أكو مشاريع أبوك كهرباء لازم يحاسب عليها يعني أنت تحاسب اليوم أنت تطيها المشاريع هو جاي مستثمر غير يجيب كهرباوية لو يجيب نينة مجمورات هو من هو وقع عقد الاستثمار غيرك هو وزير كهرباء أخي وزير كهرباء هو يتحمل مسؤولي وزير كهرباء ومرشع الأطار التنسيقي وهذه حصة الأطار مو هي تحالف إدارة الدولة صار قلت لش الإطار واحد يختلف أستحالف إدارة الدولة وين التحالف أسالي مودافع أكو خفار